تشارك مملكة البحرين العالم الاحتفال بيوم العمل العالمي وذلك تقديرا للعمل البحريني الذي يعد من العمال المتميزة بما يملكه من قدرات على إتقان مختلف المهن في كافة القطاعات بدقة وحرافية عالية التقرير التالي يلقي المزيد من الضوء في الأول من مايو من كل عام تشارك مملكة البحرين العالم الاحتفال بيوم العمال العالمي في القطاعين العام والخاص وذلك لما للعامل البحريني من أهمية كبرى في عملية البناء والتنمية المستدامة وهذا ما أثبته العاملون في جميع القطاعات الحيوية في المملكة ومنها قطاع إصلاح السفن في شركة أسري عمال والموظفين في الشركة هم من البحرينيين هم موظفين متميزين ونفتخر فيهم ويعتبرون من مقومات نجاح الشركة هم الموظفين البحرينيين نعتز بالموظف البحريني وعندنا إحنا ثقة كاملة في إتقان الموظف البحريني وهو ممكن يعطي في جميع المجالات كوني كمسؤول هنا وعندنا طاخم كبير من الشباب البحرينيين ومشابات البحرينيات أيضاً كونهم كغواصين كونهم كمجال السلامة مجال الحريق مجال اللواء تفتيش اللواء إدارة السقلات عندنا فهي موضع فخر ونفتخر اليوم بوجودهم معنا بهذه المناسبة هاي موضع فخر لوطنا الحبيبة البحرين أن وجود هاي الكادر البحريني والبحرينيات في هاي المجال بالذات فشركة أسري مميزة بهذا الشيء إبداع وإتقان ورغبة في العطاء يقدمها العامل البحريني في موقع عمله خصوصاً تلك التخصصات التي تعد نادرة فتميز البحريني فيها ليصبح نموذجاً مشرفاً على مستوى العالم في هذا النوع من العمل نهن زملائينا البحرينيين في هذا اليوم وأنا معتز وفخور كوني بحريني أنا مع زملائي البحرينيين والحمد لله يعني صرنا نموذج حق الناس اللي يون من بره وندربهم ونفس يعني ما أخذين خبراتنا من القبليين قمنا الحمد لله نعطي خبراتنا فخور جداً أني شغال في القطاع البحري وأعتبره تخصص نادر جداً كمرشد بحري مارين بايلوت في البحرين في صعوبات واجهناها بس حمد لله تخطيناها يعني بمساعدة الشباب اللي وياننا أحب أشكر إدارتنا وقسم الدوك دي بارتمنت في المكانيات اللي في توظيف الشباب البحرينيين والقدرة اللي عندهم شباب البحرينيين إنه أهم يتقنون العمل بأدقل تفاصيل عساس إنه يكون ما في أي أغلاط في العمل بديت الغوص في 2017 كهواية والحمد لله حصلت لي وظيفة توظفت فيها وما قصرت معنا شركة أسري رغم الصعوبات اللي قادة تواجهنا كغواصين بحرينيين وكغواصة بحرينية بس الحمد لله الثقة من الشركة أسري يعني تخلينا ننسى كل الصعوبات تحية إجلال نقدمها للعامل البحريني في يومه ونستذكر في الوقت ذاته جهود مملكة البحرين في مجال حماية حقوق العمال وتنمية واقع العمل والعمال من خلال رؤى واستراتيجيات شاملة وبرامج متنوعة للارتقاء بمستوى جودة بيئة العمل وجعلها أكثر تحفيزا مع إطلاق المزيد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية مستوى التنافسية للعامل البحريني في مختلف القطاعات ثروة وطنية مخلصة ومجتهدة وحريصة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو المزيد من النمو والتطور والازدهار تعمل في مختلف التخصصات فالعامل البحريني اليوم أصبح الخيار الأول في سوق العمل لما يتمتع به من قدرات متميزة وعمل دقيق ومتقن خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين